بلال بن رباح كان بلال أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من العبيد وقد حمد الله على هذا الإيمان وسأله الشهادة فالشهيد جزاؤه عظيم عند الله كان بلال عبداً في الجاهلية وكانت أمه أمة عرف بلال رضي الله عنه دين الإسلام ولكن الكفار عذبوه عذاباً شديداً وضربوه ضرباً شديداً فكان أمية بن خلف يخرج به كل يوم ويضعه تحت أشعة الشمس وقت الظهر دون طعام أو شراب ويطلب منه أن يعود إلى الكفر أبا بلال أن يعود إلى الكفر كان بلال يبقى تحت العذاب أياماً ولكنه صبر على ذلك وخالف إرادة سيده وعقيدة الشرك حتى نصر الله الإسلام